السلام عليكم و مرحبا بكم في ديليس ديواليد ان شاء الله تكونوا ملاح. في الفيديو اليوم رح ندلكم واحد الحلوة اللي بزاف بنعنا. يعني الناس اللي راهد بالريجيم ما كلا تدخلوا تشوفوا الفيديو. والناس اللي تحب تحب شوكولة وتحب براونيز كوكيز يشوفوا الفيديو حتى الاخر. الحلوة اللي هنديروها اليوم هي البروكيز يعني ميلانج بين براونيز و كوكيز جي بزاف بنعنا سهلة بزاف و على بالي رح تعجبكم. نخليكم بذكر تشوفوا الوصفة. ندعو بالمقادر تاع البروكيز يعني هذيك الاكوش تاع البروكيز اللي هنديروها. عندي زوج حبات التعبيد. مية خمس عشرين قرام تاع مارغارين دايبة. عندي ميتين قرام تاع سكر. بالكاس جيكم قس كاس نقص شوية مشي حاجة كبيرة. يعني ما يكونش بعمرتها الفم. وسكر كريستاليز يعني مشي سكر غلاس. عندي الفارنة مية و خمس عشرين قرام تاني. جاءتني قس كاس يكون ناقص شوية. خمسين قرام تاع كاكاو. جيكم قس كاس غاربة. نسحق تانيك قرصات عملح. لاباني واحد مغارفة تاع ديسار هكذا. و مغارفة صغيرة تاع بيكاربونات. نبدأ في طريقة التحضير. نجيب ريسيبيون. ندر فيه الكمية تاع السكر. هذي هي ميتين قرام. نزيد معها المارغارين دايبة. اللي قتلكم مية وخمس عشرين قرام. المارغارين ما قدرش نكيلها لكم. اللي ما عندوش ميزة. نقدر يشير هذيك لامارغارين اللي فيها يعني داينها بالكيل. يعني ديكم سهلة هذيك. دوبوها يعني قسمه مية وخمس عشرين قرام ودوبوها. نزيد معهم لفاني. والقرصة والقرصة على الملح. ونخلطها بيان بالفوي. وهذه الوصفات على البرونيز اللي سنعطيها لكم. تقدروا تديروا وحدها. يعني إذا حبيتوا تديروا غير براونيز. ديروا هذه الوصفة وحدها. بلا ما تزيدوا لها الكوكيز اللي سنديروها مبعد بشي والذي اسموه بروكيز. دوك نخلط بيان هذا الميلانجة. المقادرات اللي قدرناهم. نزيد زوج حبات التعبات. ونزيد نخلط شوية. حاجة خفيفة. كنتم نشوفوا الخاليطة لنا. لأكل رتعوت بيان يعني بيان شوية. هنا هوليك الخاليطة كيف شغلات لاكولر تعودك. نحب ستخلط ونجب سفايا ونجب تلك المقادر الجافة اللي هم الفارعينة الكاكاو والبيكاربونت. نصفي هاد المقادر الجافة اللي حطيتهم. وبعد نخلط غرب بلاس باتيولا بلا مغير فاك. يعني مش هتتحقوا يديكم بس كحاليطة حيكون شوية جاري مش هيكون عجينا. اشتركوا في المقادر الجافة اللي راح نطيبه فيه. المقادر الجافة اللي يكون محلول. نحطه فوق فوق سنيوه وتكون مغطيئة بالبابي كويس. وهذا كلمون اللي تكون دهنتوه بالمارغارين. نفرغ فيه الخاليطة هاي. ونبعد وش حندير حان حنددخل هاد الخاليطة البرونيز ندخله في الكونجيلاتور. يقعد ما بيد ما بيد نبدأ نوجد الخاليطة الكوكيز. نخلير يوحد ربع ساعة فا مينوت يعني مش هتطوله بزاف لبرباراتيون تعال الكوكيز. هنا كمار ما فرغته في المون مشه كامل يعني يكون جوية تقيل. مش هو بلا سباتول كامل يعني احتواني يولي نيفو واحد. هنا البابي كويسون لكم تشوفه. يبهلكم هكذا الشوية مخربش يعني مش هادة قليل نشربه الخاليطة النار مرمو هذا النافضة يعني يتغسل. استعملها شحل مخترية يعني عنده شحل وو عندي توجو نستعملوه ومازالو ما يلسقش. هاي اللي يعني دلقيتو ننسحكم مشهوره. كما قد قد ندخل الخاليطة الكونجيلاتور يرياح ما بد نوجد الخاليطة الكوكيز. نروح للمقادر الكوكيز وش نسحق في عندي حبة تعبت. عندي 100 جرم تكون طرية. 100 قرام سكر يقص نصف كاس فائد 150 قرام فارعنا يقص كاس فائد 100 قرام شوكولات يقص كاس صغير لدي ثاني قرصات الملح لفاني مغرفات يسر و مغرفات صغيرة بيكاربونات نبدأ نوجده في العجينة نضع المغارين هي الأولون بعد الكمية على السكر لفاني القرصات على الملح و الحبات على البيض و تحبوا تستعملوا يديكم هنا يفتخلات او لا تحبوا تستعملوا الباطر كما نستعمل الباطر و قمت بتطمي العجين يعني نطمي العجين و لا تستعملوا نخلط بيان هذه المكونات حتى نشوفوها نساجموه و بعد نزيد المقادر الجافة اللي هما الفارينة البيكاربونات و نزيدوا معاهم ثانيك البيبيتة شوكولة و نزيد و نزيد نخلط بالباطر حتى وين تشكل العجينة بصح يعني القاوام العجينة ما يكونش هي بسولة تكون طريقة يعني جارية شوية كمال يعني كيف كيف يتشابه أنا الخالط على الكوكيز و كراهو واجد نخليها بجهة هاونا راح نجبد الخالط الأول لدينا في المول هنا راح نزيد له إضافة بركة عفسة حبيت نديرها و تجيب بزافها يعني توجير أنا نديرها هكذا انتو ما عندكم الاختيار يعني تحبوو تديرها تحبوو لا لا نزيد في الوسط يعني فوق اللاكوش نزيد شوكولة اطار تاني بس يعني البرونيس حينشف شوية و من الداخل حبيت تكون شوكولة هكذا دايبة يعني راح تجيب بزاف بيننا بس ما نديرو ينكوش هكذا صغير راح نقوم بزاف مع مرة تاع شوكولة اطار تاني و نعود ندخل سنيوة تاع الكنجيلاتور شوية و حت 5 سقائق برك ما تفوتوش قسمة تجمد لي اذيك الشوكولة اطار تاني يعني ما تطوش بزاف و غير نجبدها ننفرش فوقها اللاكوش تاع الكوكيز اللاكوش تاع الكوكيز هاتيك و نمشيها كامل في كامل يعني اللاكوش تاع المول و انا كي قريبا نكمل كون شعلت الفور تاعي سخن على 180 درجة خلي تسخن واحد خمس دقائق من قبل و بعد ندخل الحلوات تاعي اذا كان فونتيلي تاعيب على الدربة و اذا كان تاعينار تشعل المل تحت حسبو له حد 15 دقيقة هكذا و زيدو من الفوق حد 15 دقيقة يعني انتم معسوها هي الطياب تاعها في الفور اللي طيبتو هنا تدلكم بين 35 و 30 حتى 40 دقيقة يعني كيكون فونتيلي هاي اللي كي خرجت تخلوها تبرد ملح يعني السر تاعها ما لازم شكاية تكتوشوها واحد عشرين دقيقة لنص ساعة هكذا كتوين تبرد كامل هاد الكيكات على البروكيز هادية باشهم بعد تديموليوها و تحطوها فوق ينقري هكذا و تجيكم سهل القسيم تاعها هاي الليك تقسموها على تسعة اذا لم أخطوكم شو القطر تاع المول يكون 20 سنتيماتر هكذا تقدروا تديرها تانيك في المول اللي يكون مدور هاي الليك كيفاش جات تجيب بزاف هاي اللي يعني فريمون نصحكم باش تديروها بساح وشنو تديروها اختراف في سمانة بسك فيها بزاف القراءة وتسمن يعني الناس اللي تكون ريجيم النهار كي تشاهها عفسها تقدر تدير هادية ان شاء الله الوصفات على اليوم بسكاني نديلكم ديروسات وما من القروب فيسبوك تاعي تبقى علاقة غول لكم تهل الله في رواحكم بسنو الوصفات الجاية وتبقوا على الآخرة